ماذا يحمل التعديل؟ يعالج هاي المشاكل؟ احنا طرحنا كل المعالجات احنا كأشخاص ذويعاقة ومنظمات انا ما حاجة عن نفس يا نحن احنا مجموعة كبيرة من الأشخاص ذويعاقة اللي هم دور والمنظمات المعنية بالأشخاص ذويعاقة زين التقين بلجنة العمل مشكورة يعني فتحت أبوابها التقت بالأشخاص ذويعاقة بس هل يا ترى قدمتوا لهم مقترحاتكم ومطالباتكم مقترحاتنا مكتوبة هذه مقترحاتنا اللي قدمناها زين قانون 38 اللي اللي احنا نشوفه مناسب اللي احنا نشوفه مناسب انه مثلا عندك عظام مجلس إدارة الهيئة مقترحات من أجل تعديل مناسب لذويعاقة بالضبط زين وهم كمشرعين يلقحوها يعدلوها يضيفوها اخذوا هاي المقترحات اخذوا مو اخذوا المقترحات من كل المنظمات بس احنا شن المبهم علينا استاد علي اليوم بارح القراءة الثانية للقانون البارحة القراءة الثانية وما تدرون كيف يصير احنا ما ندري البارحة نصدمنا بالأحداث احنا نطالبين براتب خاص للأشخاص ذوي العاب هاي المفروض انا وحضرتك وباقي المعنين نطالب مجلس النواب باخذ ممثلين عنكم داخل يحضرون داخل جلسات مجلس النواب اللي معرفة ماذا يجري على الاخر بطبط هاي رسالة الهم يعني ورسالة الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يعني اليوم شنو يصير هذا يتبنى تعديل قانون 38 هو شخصيا زين تبنى زين زين فهنا عندنا مثلا واحدة من الفقرات الثالثة علي احنا مطالبين براتب البارحة واحدة من الخوات النائبات من اللجنة تقرأ التعديل الثاني زين القراءة الثانية تقول يعطى راتب رعاية يعني رجعتنا للرعاية زين وين التعديلات لقدتوها من عندنا لو أقدتونا يعني شنو واجه